اشهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالإسهامات الكبيرة التي قدمها ويقدمها الرواد للرياضة البحرينية نعم جاء ذلك خلال استقبال سموه لسعادة السيد صالح بن عيسى بن هندي الملناعي مستشار جلالة الملك المعظم لشؤون الشباب والرياضة رئيس الجمعية البحرينية للرواد الرياضيين وطلع سمو الشيخ خالد بن حمد على مستجدات الجمعية البحرينية لرواد الرياضيين مؤكدا على أن عطاء كافة أعضائها هي محل تقدير واعتزاز لما كان له من أثر بارز على المنجزات والمكتسبات التي حققتها الرياضة البحرينية وساهمت في الإنجازات المتواصلة خلال العصر الذهبي كما استعرض سعادة السيد صالح بن عيسى بن هندي الملناعي خلال اللقاء ملف استضافة المملكة للمؤتمر العلمي الأول الذي سيقام في شهر أكتوبر المقبل تحت عنوان الرياضة العربية الواقع والطموح مقدما شكره لسمو الشيخ خالد بن حمد على الدعم اللامحدود من قبل سموه لكافة المبادرات التي تطلقها الجمعية مبينا بأن المملكة باتت تملك بيئة جاذبة لاستضافة شتى الفعالية الرياضية بفضل الاهتمام الكبير والرعاية من لدن القيادة الرشيدة ترجمة نانسي قنقر